ها نحن ذا حسنا هذه حلقة معدنية خاصة بروبوت البيتزي يا إلهي لقد سقطت على أي حال أنه أمر موتاد حسنا ها نحن ذا ها هي حلقة روبوت البيتزي وقد قمنا باستخدام هذه الحلقة لأنها تعمل على زيادة قوة البرغي ويمكن أن يكون ذلك مفيدا لنا حسنا من الأسهل تثبيتها بواسطة كماشة الأنف الطويل ثم نستخدم مفكا صغيرا كهذا بعد الانتهاء من تثبيتها بذلك نثبت الصامولة على هذا الجانب ومن ثم نقوم بتثبيت البرغي من الجانب الآخر بالمفك الصغير ويجب التأكد من إحكام لف البرغي لأنه إن لم نقم بلفه بإحكام فسيرتخي مسببا انفلات بعض الأجزاء عن اللوحة أعتقد أن البراغي الأطول ستكون مناسبة أكثر لأنها تمكننا من رفع الأردونيو للأعلى بقدر أكبر مما لو استخدمنا براغي أقصر وسيكون هذا سهلا لأنه يجب أن تتخطى هذا الجزء هنا وعندما يتم رفع الأردينيو باتجاه الأعلى يصبح الوصول لليو اس بي هينا والذي نحتاجه لنستطيع تحميل الشفرة وسبب آخر لتثبيته بهذا الشكل هو أنه من الأسهل تمرير الأسلاك أسفل الأردينيو في حال احتجنا ذلك أعتقد أننا سنمرر بعض الأسلاك أسفل الأردينيو حسناً سنرى الآن إذا ما تم وضع الأردينيو بشكل مناسب في مكانه حسناً إنه مناسب علينا أن نتأكد من تركيب الأردينيو على ارتفاع مناسب بحيث يمكننا الوصول إلى لوحة اليو اس بي سنقوم بذلك باستخدام بعض الصواميل التي استخدمناها في إحكام ربط البراغي وسنقوم بوضعها على ارتفاع معين من فوق البراغي التي ترفع الأردينيو للأعلى وقد تكون بهذا الشكل الذي ترونه هنا حسناً مرة أخرى يمكننا التثبيت الأردينيو عالياً بهذا الشكل من توصيل اليو اس بي وإدخال الأسلاك من أسفل الأردينيو وسيكون هذا هيناً حسناً وقبل توصيل الأردينيو نحن بحاجة لتثبيت المحركات حسناً لقد انتهينا من تركيب الأردينيو في مكانه والآن نقوم بتمرير أسلاك الطاقة أسفله أو حوله وستمر أسفله بهذا الشكل ثم سنقوم بإدخال هذه الصواميل في أعمدة البراغي وتثبيتهم جيداً بهدف تثبيت الأردينيو في مكانه بإحكام حسناً ها نحن ذا ربما تكون هذه القطعة ممغنطة أجل إنها كذلك وكما ترون يبدو هذا الجانب من الخلف أكثر انخفاضاً من الجانب الآخر لذا سأصلح الوضع برفع الصامولة بعض الشيء ها نحن ذا يجب التأكد من أن وضع الجانبين بنفس الارتفاع ربما أستطيع الوصول إلى هذه الصامولة ولكنني أعتقد أنني سأتخطى القيام بهذه الخطوة فهناك العديد من القطعة القريبة منها حسناً قبل أن أنتهي من إحكامه علي التحقق من عمله عن طريق اختباره أتعلمون؟ في الواقع سأتقوم بإحكامه أولاً الآن فربما أنسى حسناً فقد أصبح ثابتاً نوعاً ما ترجمة نانسي قنقر